مهم لبعده الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بزيادة الأجور والمعاشات للتعامل مع تدعيات الأزمة ادخلتوا بالكوا فاكرين لما قلنا أنه الزيادات بتاعة الرواتب والمعاشات خد بالك اللي المفترض أنها تبقى في العام المالي الجديد قدمناها بدل ما نستنى لشهر سبعة فخلناها إبريل يعني فيه تلات شهور الموازنة الدولة اتحملتهم بدل ما تستنى للعام المالي الجديد قالت لك لا هبدأ من بادري تلات شهر يعني زيادة في المبلغ طيب 12% نسبة زيادة الأجور وتعويضات العاملين كنا 357 واحد من عشر مليار بقينا 400 مليار جنيه في العام المالي الجديد إن شاء الله فيه أكتر من 3 و 18 مليار هم تكلفة تعيين 30 ألف مدرس مساعد و 30 ألف طبيب وصيدلي تيجي تقول الأطباء يا يوسف وبياخدوا بعضهم وبيسافروا صح ولو حاوزني أقول لك شوية أرقام ممكن أقول لك أرقام الدنيا والآخرة وكله موجود بالمناسبة لو أنت عاوز تعرف يعني بس ألا سهلة مش حتاجة بينك أكتر من مجهود 2-3 يعني كده وانت قاعد على الإنترنت بدل ما تخش على الفيسبوك خش على حاجات اللي تفيدك مهم مش هنظر عليك يعني طيب هو إحنا كلنا مش نفسنا من أطبقنا يبقوا موجودين عندنا آه طبعا عشان يفضلوا موجودين عندنا مش لازم يقبضوا كويس طبعا قطاع الصحي كله طيب هل إحنا مش عايزين نقبض إن إحنا الدولة كلنا ما أنا وإنت بالمناسبة شركة في هذه الدولة عشان بس بدلوا تبقى فاهم كويس أكيد عايزين بس إحنا بنحاول لكن هل الأمور هتتغير ما بين عشية وضحاها استحالة اللي حاصل عندنا 3-6 من 10 مليار عشان أعرف عين 30 ألف مدرس مساعد و 30 ألف طبيب وصيدلي يبقى أنا بتحرك في الإطار ده بتحرك في الاتجاه ده تعال نشوف في 15% من الأجر الأساسي علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الحد الأدنى خد بالك 100 جنيه ده بعد زيادتها من 13% يعني كان 13 بقت 15 في أول إبريل اللي كنت نسا بقوله لك تطبيق زيادة المرتبات بدل أول يوليو التكلفة كانت قد إيه 8 مليار 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودي العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعد زيادتها من 7% فرفعناها 8% هتقول لي بس كده أقول لك والله العظيم عارف هو لو هنقدر لو مفيش أزمة اقتصادية لو مفيش كورونا كان قبلها يا جماعة احنا ماشيين كنا زي الفل هب جات الكورونا خبطة يا دوب بنرفع رأسنا إيه الحق الحرب طيب 190 مليار و 6 مانعشر يا 190 مليار و 600 مليون جنيه تم تخصصهم للهيئة القومية إيه التأمين الإجتماعي لصرف زيادة المعشات بنسبة 13% حدها الأدنى 120 جنيه من أول إبريل لو حضراتكم تتذكروا بدلا من أول يوليو 18 مليار جنيه تكلفة سنوية لزيادة الحافظ الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من أول إبريل بدلا من يوليو برضو 18 مليار اللي بعده